بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وجديد واستاذ الأهلي نهاردة في الجزء الثاني من حلقتنا حينضم إلينا كابتن مصر النادي الأهلي كابتن ماهي رمام وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن فوزي سكوتي وحن نتحدث باستفادة عن استعدادات النادي الأهلي لدخول في مواجهة مصر المقصة غدا إن شاء الله اللي هتقام في تمام السابعة مساء بإذن الله في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز في البداية النهاردة هتكلم مع حضراتكو على شيء مهم جدا في كرة القدم وخاصة مع النادي الأهلي النادي الأهلي من الأندية اللي دائما وأبدا عندها تحديات متجددة العامل النفسي مع النادي الأهلي كانت وعسال بدري النهاردة كان فيه محاضرة نظرية في ميران اليوم أتكلم فيها مع اللعبة على العديد من الأشياء ناحية الفنية وكيفية استعداد مصر المقصة وطريقة لعبوهم طريقة التغير اللي حدثت في الفترة الأخيرة من بعض العناصر اللي تدت تاخد فيه عناصر في مصر المقصة ما بقتش موجودة زي حسين الشحات وإلى خلافه ولكن فيه جزء دائما وأبدا من أهم الأجزاء وهو إنك إزاي تفضل مواظب على الهدف إنك تستمر في الفوز. كانت حسال بدري تكلم مع العبته دايما على تجديد التموح تجديد الحماس لأن في بعض الأوقات من كتر الضغط ما شاء الله النادي الأهلي ماشي بشكل مميز فيه بطولة الدوري الممتاز عنده 13 فوز ويسعى للوصول للفوز رقم 14 عشان يبتدي يصنع الفارق ما بينه وما بين كل منافسي في جده للدوري. النادي الأهلي عنده 42 نقطة وحتى الآن. إنك إزاي تجهز لعيبك إنه يفضل يبقى طموحه متجدد يبقاش في حالة تشبع إنك تصنع له فرص منافسة جديدة في كل مباراة عشان يقدر يحقق فيها الفوز في التلات نقاط ده من أهم العوامل اللي موجودة في كرة القدم لأن كرة القدم اللي وجينا حللناها هي أربع عوامل الأول الجانب المهاري وهو التكنيك وبعد كده التاكتكس وبعد كده الجانب البدني والعامل النفسي أو السيكولوجيك الفاكتر وده من الحاجات اللي مهمة جدا في كرة القدم. ساعات كتير بنقعد نسأل نفسينا إزاي لعيبة الأهلي بتخش كل هذا الكم من البطولات وتبقى عندها حافز الفوق إزاي بتقدر تواظب على الحماس والكفاح والمصابرة وإنه كل ماتش بالنسبة له هو ماتش كؤوس مش مجرد ماتش في الدور العام وإنه لازم أحصل على أو أوصل للهدف الرئيسي وهو الفوز الفوز ببقى ليه أدوات الجانب الفني التدريب الجيد الاستعداد على أعلى مستوى يكون عندك عناصر مميزة تقدر يكون عندها الحلول ونفس الوقت إزاي هنلعب طريقة اللعب وطريقة نادي الأهلي دائما وأبدا هجومية ولكن في بعض من اللعيبة محتاجة دائما التحفيز محتاجة أن أنت دائما تحط لهم هدف وده أي طبيعة البناء أدم لازم تحط له هدف عشان يوصل له لو جبت بناء أدم في ماشي في طريق ومش حاطط له هدف حيصاب بالملل وممكن ما يكملش وممكن لو حصلت له أي عصر في هذا الطريق وده سنة الحياة أنه ممكن يتوقف ما يكملش ولكن نادي الأهلي عنده تغير عن كل باقي الأندية في هذا الأمر أنه دائما بتلاقي عندك الهدف متجدد أنا لازم أكسب وهكسب إزاي وطبيعة السيناريو بتاع الماتش اللي جاي إيه المتغيرات اللي فيه عن الماتش اللي قبله عندنا سلبيات في الماتش اللي قبله وحتى لو كان فيه فوز فيه سلبيات وبتناقش وبتراجع مرة واثنين وثلاثة عشان تتفادى أن أنت تواجهها في المبارات الأخرى ده من الحاجات المهمة جدا أن العيبة بقيمة لعيبة النادي الأهلي دايما بتكون عندها حافظ الفوز طبعا وجود الجمهور عام المؤثر للنادي الأهلي نادي من أكبر الأندية الجماهرية على مش بس مستوى الشرق الأوسط ومستوى أفريقيا ده على مستوى العالم فضغط الجمهور الجمهور حتى وإن كان ما بيروحش المباريات أن الجمهور النادي الأهلي لا يرضى إلا بالفوز وشفنا قد إيه وجود الجماهير فيه تدريبات النادي الأهلي فيه بطولة أفريقيا كان بيصنع الفارق فكل ده بيبقى في أزهان اللعيبة نفس الشيء أنا بلاعب مصر المقصة مصر المقصة تفوق علي فيه لقاء ازدهاب بفارق هدف أي نعم كنت الأفضل في هذا اللقاء ولكن مصر المقصة قد ماتش كويس قد ماتش جيد لا بأس به أحرص ثلاث أهداف وكان له ثلاث نقاط أمام النادي الأهلي وكانت ديه الهزيمة الوحيدة بالنسبة لي وأدي أمام حضراتكم لقاء أهل الذهاب اللي فاز فيه المقصة به ثلاث أهداف مقابل هدفين في هذا اللقاء إزاي بقى أجدد طموحي أن أنا كسبان طلاق على الجيش بأداء على أعلى مستوى عندي عناصر جديدة بتخش مش هقول جديدة بشكل كبير ابتدت تخش تشكيلة الفريق وهيكلة الفريق طريقة التدوير للكابتن حسان البدري حتى الآن بسم الله ما شاء الله نجح فيها على أعلى مستوى ومن خلال استاد الأهلي بوجه الشكر للكابتن حسان البدري وبوجه لكل المدربين اللي بياخدوا رخص تدريب جديدة وخاصة في موضوع توزيع الأحمال على مدار الأسبوع والتدوير لازم يشوفوا الكابتن حسان البدري هذا الموسم لأن هذا الموسم على استثنائي في كل المقاييس بالنسبة للجهاز الفني بأكمله في النادي الأهلي سواء كابتن حسان البدري سواء كابتن أحمد أيوب كابتن سيد معوض وخصائي الأحمال البدنية أنيس الشعلالي كابتن أبو العيلة وكل الطاقم كابتن طارق سليمان وكل الطاقم التبي والداري داخل الفريق أيضا بوجود الكابتن سيد عبد الحفيز ده موسم استثنائي في كل شيء صعوبات هذا الموسم ضغط جدول الدوري عندك بطولة البطولة العربية دوري وكاسس الموسم الماضي ما كانوش عايزين ينتهوا وبعدين دخلت في البطولة العربية وبطولة أفريقيا وبعدين دخلت في معامعة الدوري الممتاز كل 3 أيام بتلعب مباراة وفيه منتخب مصر عنده كاس عالم بإذن الله هتبقى في روسيا فمضغوط أن أنت تخلص كل ارتباطاتك الرسمية قبل كاس العالم فهذا الموسم استثنائي نادي الأهلي بيواجه صعوبات في كل مباراة إن عندك بعض من اللعيبة بيجي لهم إصابات بيجي لهم إصابات لأن أنت اللعيبة ممكن بتكون لسه جاهزة وبتلعب ماتش كل 3 أيام يعني أنت عندك 3 ماتشات في الإسبوع وده أمر عكس الطبيعة فبيجي لك إصابات بتبتدي تتعامل معاها وبتبتدي تغير الطموح وإنت لو بصيت على تشكيلة نادي الأهلي منذ انطلاق بطولة الدوري حتى وصولا إلى السوبر بكاس مصر حتى الآن في متغيرات كتير جدا وأعتقد أن ما فيش لعيب جوا النادي الأهلي دلوقتي بيقول لعيب أساسي ولعيب احتياطي لأن كل بيلعب وكل بيشارك النقطة الأميز إن زي بتجهز اللعيب من الناحية النفسية والناحية الفنية اللي بينزل يلعب وبيشارك وما بتحسش أنه هو بعيد عن المباريات وهديك أمثلة عندك لعب زي صبر رحيل لعب زي ميدو جابر لعب زي باسم علي لعب زي إسلام محارب لعب زي حسين السيد لعب زي محمد نجيب لعب زي سعد سمير لعب زي أيمن أشرف محمد هاني شوف أنا كده ابتديت أجمع لك كيان فرقة يشان محمد نفس الشيء أحمد حمودي حينما يشارك ما بتحسش أن اللعيبة ديت بعيدة عن أرض الملعب تحس إن هي جاهزة جدا وهنا العامل النفسي إن أنت بتدرب اللعيب على أعلى مستوى بتديه الجرعة التدريبية المطلوبة بتديه تحسسه سيناريو المباراة وده من الحاجات المهمة جدا 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 وبيتميز فيها الجهاز الفني في النادي الآلي بشكل كبير جدا إن بيدي للعيب أغلب أو 99% من سيناريو المباراة بيبقى حسه قبل ما ينزل لعب المباراة بيبقى مذكره بيبقى عايشه بيبقى مجربه في التمرين فبينزل المطش بتحس نفس الشيء اللي بيحصل في التمرين واللي إحنا هنا بنجيب لحضراتكو تدريبات النادي الآلي بشكل حصري ونفس الشيء اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في المباراة هوية النادي الآلي معروفة في طريقة لعبه يعني النادي الآلي بيعتمد على ضرب دفاعات المنافسين بتقدم البكات واللقاء الماضي أمام طلع الجيش كان عندك باك يمين ما بيلعبش بصفة أساسية باسم وعندك باك شمال صبر رحيل وما كانوش بيلعبه بقالهم 3-4 ماتشاة ولكن ينزل ويقدي لك بهذا المستوى باسم يتقلق ويصنع لك هدف ويشارك في الآخر نفس الشيء بالنسبة للعب صبر رحيل اللي مستوى على أعلى مستوى في كل مشاركاته ده بيديك انطباع إن ما يحدث في تمرين النادي الآلي هو بنسبة كبيرة جدا ما يحدث داخل اللقاء وفيه تجهيز للعيبة من الناحية النفسية غير الناحية البدنية والناحية الفنية اللي داخلها داخل قوام الفريق وعشان كده النادي الآلي بفضل الله سبحانه وتعالى بجهازه الفني مميز في كل العوامل عنده تحديات فوق الصعبة هذا الموسم إنك تواكب تمشي إزاي تمشي في مواصلة الانتصارات رغم الصعوبات ده حال النادي الآلي من 10 سنة ولكن هذا الموسم استثنائي في ضغط المباريات ومواجهة كل الصعوبات وخاصة أنت ابتديت تقابل فرق على أعلى مستوى بلو أنت غدا إن شاء الله بصدد أنك تقابل فريق استطاع أنه يفوز عليك وكان أول مباراة يوزن فيها النادي الأهلي منذ عام ونصف الموسم اللي فات وحتى منتصف هذا الموسم خلينا نروح لل22 العيب اللي دخلوا قائمة الجهاز الفني في هذا اللقاء وفيها وقفة محمد الشناوي في حراس المرمى شريف إكرامي رمضان مصطفى رمضان يتمنى له التوفيق واحد من اللعيبة اللي لابتدت تخش فيه تشكيلة النادي الأهلي من حيث التدريبات شارك في لقاء البلاستيك وابتدى يتعلم وجوده جنب شريف إكرامي ومحمد الشناوي هياخد منهم الكثير من الخبرات خاصة أنه أيضا وجود كابتن طارق سليمان على أعلى مستوى فيه القيادة التدريبية لحراس المرمى في النادي الأهلي أحمد فتحي يعود مرة أخرى أيمن أشرف سعد سمير أيضا يعود مرة أخرى علي معلول يعود مرة أخرى عاملو السلية حسام عشور وعبدالله السعيد أيضا حسام عشور عودة مرة أخرى عبدالله السعيد جونير أجيه ميدو جابر وليد أزار وليد سليمان محمد هاني وهشام محمد وكريم ندفد إسلام محارب ومروان محسن وصالح جمعة هنا نحط كذا خط العامل النفسي اللي أنا كنت بتكلم عليه مع حضراتكم ابتدى صالح جمعة ياخد من هذا المنصوب إن كابتن حسن البدري بيدي له فرصة أمامه أمام نفسه أمام جمهور النادي الأهلي إنك ما ينفعش ترمي الفوطة اللعيب بتاعك بدري لأ نادي الأهلي مدرسة في الإصلاح والتهزيب مدرسة فيه إنك تخلي اللعيب إزاي ملتزم لأنه عارف طول ما هو ملتزم طول ما هو له مكان في الملعب وده حال النادي الأهلي منذ إنشاءه وحتى الآن فرصة كبيرة جدا لصالح جمعة إنه يرجع يعود ويتكلم ويعبر عن نفسه من ناحية الفنية وأيضا من ناحية السلوكية بحيث إنه يبين للجهاز الفني والجمهور النادي الأهلي إنه من أهم الأعمدة اللي موجودة داخل النادي الأهلي أحمد حمودي وصبر رحيل أيضا في قائمة الـ 22 للنادي الأهلي في هذا اللقاء كنت اتكلمت ومحاركوا على موضوع المحاضرة اللي كلم فيها كابتن حسين البدري أيضا كان فيه تركيز على ضربات السبتة لأسوداسي الأهلي كان كل من عبد الله السعيد علي معلول وصالح جمعة وأحمد فتحي وليد سليمان وأحمد حمودي دول من اللعيبة اللي عندهم تميز في الضربات السبتة وإنت لازم تنوع كفريق زي النادي الأهلي في كيفية الوصول إلى المرمى ضربات السبتة من أهم العوامل لأن انت عندك مطشوات بتقابل فيها فرق بتدافع بشكل قوي جدا وبتقدر بضربة سبتة أن انت تفك الموضوع نفس الشيء ممكن تكون بتوصل كتير لمرمى المنافس ولكن غير موفق وتيجي ضربة سبتة سواء فاول سواء ضربة ركنية أو سواء ضربة جزاء وتفكلك هذا الأمر عندك من اللعيبة اللي مميزين صراحة بشكل كبير جدا سواء عبد الله سواء وليد سليمان سواء معلول وأيضا صالح جمعة وأحمد حمودي وأحمد فتحي في هذا الأمر ده من العوامل المهم جدا بالنسبة لفريق النادي الأحلي أيضا كان فيه تصراحات لكابتن أحمد أيوب وكنت تحدثت معه بالأمس هنا في استاد الأهلي وتكلمنا على التجديد لربعي الفريق سواء حسام عشور وسواء وليد سليمان وسواء محمد هاني وباسم علي وكابتن أحمد أيوب قال لنا دي من اللعبة اللي على أعلى مستوى سواء فنيا أو سلوكين وما تكلموش في أي حاجة ويخلصوا الأمر على بياض وسهولة بالنسبة للنادي الأحلي وأيضا باقي اللاعبين بإذن الله في خلال الفترة المقبلة لجنة الكرة بقياس الكابتن محمول خطيب وأيضا وجود الكابتن سادعب حفيز الكابتن حسان البدري بيخلصوا هذه الأمور وإن شاء الله في خلال الفترة المقبلة هيكون كل اللعبة في النادي الأحلي اللي عندها موضوع العقود هيكون تم إنهائه بالكامل أيضا كابتن أحمد أيوب تكلم على أن وجهة مصر المقصة من الأندية اللي بتلعب كرة جيدة وأيضا هديمة الدور الأول بالنسبة للنادي الأحلي بتدي نادي الأحلي دفع كبيرة جدا لتعويض هذه الخسارة والحصول على النقاط الثلاث إن شاء الله في هذا اللقاء لأن لقاءات الدوري الآن خلاص بنادي كل الأندية ابتدينا نخش في المراحل الحاسمة المراحل بتبني عليها باقي الدور التاني هتمشي بأنهي مستوى مبارح شوفنا فريق طنطة بيفوز على سموحها بيقفز العديد من المراكز كل فوز وكل نقطة في الفترة المتبقية بيبقى فيها تغير كبير جدا في شكل ومستوى الأداء وأيضا من ناحية نفسية بالنسبة لكل اللعبة نحسين بعض الشيء بعض الرجاء والنصر عن التنافس في جدول المسابقة ولكن الفرقات مش كبيرة حتى ما بين النصر والرجاء خلينا نقول لحضراتكم أن النهاردة تغلب على فريق ودي دجلة وفريق ودي دجلة حتى الآن في المركز ال 16 عنده 16 نقطة والنصر عنده 13 والرجاء عنده 12 ما فيش حد بعيد قبليهم الاتحاد السكندري عنده 19 نقطة أيضا المنظومة اللي فيه الأسفل أو الفرق اللي بتنفس على البقاء فيه جدول الدوري اللي عم مش بعاد عن بعض على الرغم من أنت ممكن تحس أن النصر والرجاء بعيد بعض الشيء ولكن القل قريب من بعضه وده اللي بيدي كل الصعوبات اللي قادمة بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة الباقي اللي أندي يعني ما فيش فريق أنت هتقبله هيبقى مستسلم لأن الكل يريد حصد النقاط سواء لتدعيم مكانه في الجدول أو لتفادي شبح الهبوط أو لحصم الصدارة بالنسبة للنادي الأهلي والنادي الإسماعيلي حتى الآن وهما في رفا الرهان في صدارة الدوري الممتاز أطلع فاصل ثم أستقبل ديوفي الكبار زي ما قلت حرككم كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن ماهي رمام وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن فوزي سكوتي أو عطروه بعيد عشان نادي الأهلي حبي اشتركوا في القناة